اشتركوا في القناة وقال حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة ووقفنا في درسنا السابق عند القاعدة العشرين وهي قول الشيخ رحمه الله القاعدة القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق جُّهُ جُعِلَ كالمَعْدُوم وهذه القاعدة تُعتبر من القواعد العظيمة وهي أصل في كل ما جُهِل مالكه وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يندرج تحتها أكثر من ألف مسألة وهذا يدلنا على مبلغ عظم هذه القاعدة وحاجة الفقيه إلى معرفتها وإدراكها ليستفيد منها في الأحكام الشرعية ومعنى هذه القاعدة وهي قوله إذا تعذر معرفة من له الحق جُعِلَ كالمَعْدُوم أي جُعِلَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ كالمَعْدُوم وإضاحها أن من وجد مالاً لغيره فلا يخلو الأمر من حالين الحال الأولى أن يعرف مالكه فحينئذ يجب عليه أن يسلمه له ولا يجوز له أن يتصرف فيه الحال الثانية أن لا يعرف مالكه فحينئذ لا يخلو الأمر من حالين أيضاً الحال الأولى أن لا يتعذر معرفة مالكه وذلك بأن يمكنه أن يبحث عنه ويسأل ويعلن فحينئذ يجب عليه أن يبحث عنه بأي سبيل ممكنة له الحال الثاني أن يتعذر عليه ذلك فبعد أن سأل وبحث وأعلن لم يتمكن من معرفة صاحب الحق فحينئذ يجعل صاحب الحق كالمعدوم أي كأنه ليس موجوداً ويصرف المال في مصالح المسلمين العامة لأن هذا هو شأن المال الذي لا يعرف مالكه أنه يصرف في مصالح المسلمين العامة وهذه الحال هي موضع هذه القاعدة وهي إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني جعل من له الحق كالمعدوم والفقهاء ومنهم المصنف يقولون كالمعدوم ولا يقولون معدوماً لأنه قد لا يكون معدوماً حقيقةً وإنما هو كالمعدوم لأن معرفته متعذرة كالمعدوم فإن معرفة المعدوم متعذرة لأنه لا وجود له وهذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم والمصلحة المعتبرة وإذا كانت القاعدة يدل عليها دلائل كثيرة فإن هذا أيضاً يؤكد أهمية هذه القاعدة وأن الفقيها والمتفقها ينبغي لهم أن يكون لهم عناية بها فأما الكتاب فدل على هذه القاعدة في قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم والمال الذي لا يعرف مالكه إذا صرف في مصالح المسلمين وانتفعوا بها فإن هذه هي الاستطاعة في الانتفاع به هذا هو القدر المستطاع في الانتفاع به لأن تسليمه لصاحبه غير ممكن لتعذر معرفته فيكون المستطاع هو أن يصرف في مصالح المسلمين العامة وعم السنة فما جاء في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فقوله وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء هذا أخذ منه العلماء أن المال الذي لا يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح المسلمين لأن هذا هو شأن ما لله سبحانه وتعالى والأموال كلها لله سبحانه وتعالى بل الخلق كله لله أي مملوك لله سبحانه وتعالى وإنما المراد هنا أنه ليس له مالك معلوم من الخلق وإنما هو لله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فإنه يصرف في مصالح خلق الله سبحانه وتعالى وهذا ثابت في اللقطة فيلحق بها كل ما كان في معناها من الأموال يلحق باللقطة كل ما كان في معناها من الأموال التي لا يعرف أصحابها وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن المال إذا لم يعلم صاحبه فإنه يصرف في مصالح المسلمين ومن ذلك إجماعهم على أن الإنسان إذا مات ولم يعرف له وارث معين فإنما له يصرف في مصالح المسلمين وقد حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الإجماع على أن من لم يعلم وارثه فإنما له يصرف في مصالح المسلمين وأما آثار الصحابة فقد روي هذا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمل الصحابي حجة ما لم يعرف له مخالف ولم يعرف هنا لمخالف لما ذهب له لمعاوية رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وأما المصلحة في صرفه في مصالح المسلمين فهي مصلحة ظاهرة لأننا لو قلنا إن المال يحبس ولا يصرف في مصالح المسلمين فإن هذا في حقيقة الأمر إتلاف للمال من جهة المعنى هذا إتلاف معنوي للمال لأنه إذا حبس ووضع في مكان ولم يتصرف فيه فإنه لا يتحقق المقصود منه ومن مقاصد الشريعة في المال لأن يروج المال بين الناس وينتقل بين الأيدي وإذا قلنا بأنه يحبس وإذا قلنا بأنه يحبس ولا يصرف فيه شيء فهذا في حقيقة الأمر تعطيل للمال وإتلاف له ومن مقاصد الشرع الحكيم لأن المال يروج وينتقل بين الناس أما تجميد المال وحبسه فهذا كما قلنا في حقيقة الأمر إتلاف له من جهة المعنى فهذه الأدلة تدل على هذه القاعدة ودليل منها واحد في مدلول واحد منها كاف في مدلول القاعدة فإذا اجتمعت هذه الأدلة وتضافرت فإن هذا يقوي مضمون القاعدة وهو أن المال إذا لم يعرف لمالكه فإنه يجعل كالمعدوم وهذه القاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الفروع تزيد على ألف فرع لمن تتبعها ومن هذه الفروع أولا أن من لم يعرف لها ولي يتولى نكاحها فإن الولي حينئذ يكون كالمعدوم ومن هذا المثال يتبين لنا أن القاعدة لا تختص بالأموال وإنما هي أشمل من الأموال فيدخل فيها الحقوق ولهذا لعبر الشيخ رحمه الله بقوله من له الحق ولم يقل من له المال إذا تعذر معرفة من له الحق فالحق هذا يشمل المال ويشمل غيره فإذا لم يعرف ولي المرأة فإنه يجعل كالمعدوم ويتولى أمر نكاحها أمر نكاحها الإمام المسلمين أو من ينيبه لا أيضا من الفروع أنه إذا مات شخص ولم يعرف له وارث فإن ما له أيضا يصرف في مصالح المسلمين وقد عرفنا أن هذا محل إجماع بين العلماء ومنها أيضا اللقطة فإنها إذا عرفت ولم يعرف صاحبها فإنها تصرف في مصالح المسلمين كما دل على ذلك الحديث الذي تقدم معنا وهلما لجرا فيما كان من هذا النمط من المسائل وهذه القاعدة لها صلة ب بعض القواعد الفقهية فمن هذه القواعد التي تتصل بها هذه القاعدة قاعدة ينزل المجهول كالمعدوم ينزل المجهول كالمعدوم وهذه ذكرها الحافظ بن رجب في قواعده وغيره من أهل العلم فينزل المجهول منزلة المعدوم ومثال ذلك أنه إذا اشتبهت أخت الإنسان أو بنته أو من كان هو محرما لها بنساء أو بنساء أهل المصر أي أهل البلد الكبير فإنه يجوز له أن يتزوج من هذا من نساء هذا البلد وذلك لأن المجهول كالمعدوم ولو وقلنا بأنه لا يجوز له أن يتزوج من نساء هذا البلد لا ترتب على ذلك حرج ومشقة والحرج مرفوع في هذه الشريعة المطهرة فإذا اشتبهت أخته بنساء أهل المصر وهو البلد الكبير فإنه يجوز له أن يتزوج من نساء هذا البلد لأن وتجعل جهالة الأخت ونحوها هنا تجعل الأخت ونحوها هنا بمنزلة المعدومة يعني كأن هذا البلد ليس له فيه أخت أما إذا كان البلد صغيرا عرفا فإنه لا يجوز له أن يتزوج من نسائه وذلك لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب وهنا لا يتم ترك الحرام وهو نكاح الأخت أو البنت ونحوهما إلا بترك النكاح من نساء هذا البلد الصغير فيكون تركه واجبا وهذه القاعدة الثانية وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذن هذه القاعدة الأولى التي تتصل بالقاعدة التي ذكرها المؤلف وهي أوسع من القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فتدخل القاعدة التي ذكرها المؤلف في هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله فإذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم هذا أصل يندرج تحت أصل أعم منه وهو أنه ينزل المجهول كالمعدوم القاعدة الثانية قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه إحدى القواعد الكلية الخمس التي ينبني عليها الفقه لكله كما تقدم ذلك معنا مرارا ووجه صلتها بها لأننا لو اعتبرنا من تعذرت معرفته من أصحاب الحقوق كالموجود لترتب على ذلك مشقة وحرج على الناس فلو أن ولي المرأة في المثال الذي تقدم معنا إذا تعذرت معرفته جعل كالموجود فإن هذا يترتب عليه أن المرأة تبقى سنين طويلة لا تنكح وهذا فيه حرج عليها وربما لم يعرف وليها حتى تموت فكان من رحمة الشريعة ويسرها بالعباد وتخفيفها عليهم أن جعلت الولية في هذه الحال كالمعدوم والشريعة اعتبرت الولية في النكاح واشترطته في النكاح لتحقيق مصلحة المرأة فلا ينقلب هذا الشرط بالفساد على المرأة لأننا لو قلنا في هذه الحال إذا تعذر معرفة وليها لا تتزوج إلا إذا عرفنا الولي لكان هذا الشرط يترتب عليه مفسدة والمقصود من هذا الشرط تحقيق المصلحة فيحصل بهذا الأمر خلاف ما وضع له الشرط أيضا من القواعد التي لها صلة بهذه القاعدة قاعدة لمراعاة الشريعة للمصالح لجلب المصالح ودرء المفاسد وهذا أصل عظيم تدخل تحته جميع أحكام الشريعة الكلية والجزئية فما من حكم من أحكام الشريعة إلا ويراد به تحقيق المصلحة سواء علمنا بها أم لم نعلمها وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذا يتضح من خلال الأمثلة السابقة ففي مثال اللقطة مثلا لو قيل بحبس المال لترتب على ذلك إفساد المال ومن المصالح التي جاءت بها الشريعة المحافظة على المال وكذلك لو قيل الإنسان إذا توفي ولم يعرف له وارث فإن ماله يحبس ولا يصرف على أحد لا يصرف في مصالح المسلمين فإن هذا أيضا يترتب عليه لفساد المال وكذلك المرأة إذا قلنا إن وليها ينتظر إذا تعذرت معرفته حتى ولو طال الزمان فإن هذا مفسدة أي مفسدة وهذه القاعدة وهي قاعدة مراعاة المصالح لأعم من القاعدة التي قبلها وهي المشقة تجلب التيسير لأن التيسير مصلحة من المصالح التي جاءت بها الشريعة فالحاصل أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة المفيدة للفقيه في التعرف على الأحكام في التعرف على حكم على الحكم فيما إذا تعذر معرفة من له الحق وأنه يجعل كالمعدوم ولما انتهى من هذه القاعدة انتقل إلى قاعدة أخرى تتعلق بالغرر والميسر فقال القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات والمقصود بالمغالبات المسابقات وهذه القاعدة تتعلق بالأصول التي ترجع إليها المعاملات المالية المنهي عنها تتعلق بالأصول التي ترجع إليها المعاملات المالية المنهي عنها والمعاملات المالية المنهية عنها ترجع إلى ثلاثة أصول الأصل الأول الغرر والأصل الثاني الظلم ومنه الربع والأصل الثالث الميسر وهذه الثلاثة كلها تدخل تحت أصل كبير وهو أكل أموال الناس بالباطل وورد في هذه القاعدة من هذه الأصول الغرر والميسر فأما بالنسبة للغرر فيعرفه العلماء بأنه بيع مستور العاقبة ويعبر بعضهم بقوله بيع مجهول العاقبة ومعنى ذلك أن الغرر هو بيع الشيء الذي لا تعلم حقيقته أو لا يقدر عليه ومثال ذلك لو أن شخصا باع حملا في بطن شاه فإن هذا غرر لأن الحمل لا يعلم حاله فلا يعلم الذي في بطنها هل هو حمل أو انتفاخ وإذا كان حملا فلا يعلم هل هو حي أو ميت وإذا كان حيا فلا يعلم هل هو ذكر أو انثى وهذه كلها صفات معتبرة مقصودة للناس فإن الإنسان إذا علم أن ما في بطنها مجرد هوى فإنه لا يدفع ثمنا مقابلا له وإذا علم أن الذي في بطنها ميت فإنه لا يشتريه وإذا علم أن في بطنها الأنثى ربما لا يكون مقصوده شراء الأنثى وكذلك إذا علم أنها لو كانت ذكرا فربما لا يكون مقصوده أن يشتري الذكر فهذا فيه غرر ظاهر وكذلك لو أن إنسانا باع بالملامسة أو باع بيع حصاه فقال ما وقعت عليه هذه الحصاه فهو لك بكذا أو ما لمسته من الثياب أو من الكتب أو من الدواب فهو لك بكذا فهذا فيه غرر وكذلك لو أنه شرد بعيره فقال لآخر بعتك هذا البعير الشارد بكذا فإن هذا غرر لأنه لا يدري هل يحصله أو لا يحصله ولو أبق العبد فرآه في رأس جبل مثلا وقال بعتك هذا العبد الآبق الذي في رأس هذا الجبل فإن هذا غرر لأنه لا يدري هل يحصله أو لا يحصله فالغرر إذن هو بيع مستور العاقبة بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة وهل الغرر والجهالة بمعنى واحد والجواب أن أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الغرر والجهالة بمعنى واحد ولهذا الأمثلة والجهالة التي تقدم بعضها فيها جهالة وفيها غرر أيضا وبعض العلماء يفرق بين الجهالة والغرر بأن الغرر هو الذي لا يعلم حاله الغرر يكون في الشيء الذي لا يعلم حاله الذي لا تعلم صفته أن الجهالة تكون في الشيء الذي لا تعلم صفته أما الغرر فيكون في الشيء الذي لا يعلم حصوله لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل ويوضح ذلك لو أن شخصا قال بعتك شاة من شياهي فقال المشتري قبلت فإن هذا جهالة لأنه لا يعلم حال الشاه فلا يدرى هل هي سليمة أو معيبة وهل هي سمينة أو هزيلة فلا يعلم حالها فهذا يسمى جهالة لكن لو قال هذه الشاه التي ندت التي سبق لا أرأيتها بعتها عليك بكذا فإن هذا بيع غرر ليس بيع جهالة لأن الشاة معلومة أوصافها عندهما لكن النهي جاء هنا من طريق آخر وهو أنه لا يدري هل يستطيع أن يدرك هذه الشاه أو لا يدركها فإذن الغرر هو الذي لا يعلم حصوله فلا يدرى هل يدرك أو لا يدرك بخلاف الجهالة فهي الشيء الذي لا يعلم صفته أما هو فهو مدرك كما لو كانت الشاه في حائط مثلا أو كانت في غرفة فهذه يمكن إدراكها لكن صفتها عند العقد ليست معلومة فبعض العلماء فرق بين الجهالة والغرر بهذا الفرق وممن ذكره أبو العباس القرافي رحمه الله تعالى لكن أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن الجهالة والغرر بمعنى واحد وبيع الغرر لا يجوز ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم كنهي الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل إذا نهى عن شيء فإن الأصل فيه أنه يحمل على التحريم وكذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم ما لم يصرفه عن هذه الدلالة صارف فيحمل على الكراهة وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم لكن الغرر الذي يكون محرما ضبطه العلماء بضوابط مهمة جدا فليس فليس كل غرر يكون مؤثرا في تحريم البيع وفي فساده لأن النهي هنا يدل على التحريم ويدل أيضا على أمر آخر وهو فساد العقد فليس كل غرر يدل على فليس كل غرر يكون مؤثرا في تحريم العقد وفي فساده بل الغرر المؤثر في ذلك هو الذي تتحقق فيه لأربعة ضوابط الضابط الأول أن يكون الغرر كثيرا أما الغرر اليسير فهذا لا يبطل العقد ولا يكون منهيا عنه وذلك لأنه يشق التحرز عنه الغرر اليسير يشق التحرز عنه بخلاف الغرر الكثير فهذا يمكن التحرز منه فلو قلنا إنه يجب أن يكون البيع سالما من كل غرر لوقع الناس في حرج ومشقة فلو أن إنسانا باع صندوقا من البرتقال مثلا ولم ولم يطلع على ما بداخله لم يطلع المشتري على ما بداخله فإن هذا البيع صحيح فلو وجد حبة برتقال منه فاسدة فإن هذا لا يؤثر في صحة البيع لأن هذا أمر يسير والغرر اليسير لا يفسد العقد لأن التحرز منه فيه مشقة على الناس فإن قيل ما هو ضابط الكثير واليسير فالجواب على ذلك أن المرجع في هذا إلى العادة إلى العرف فما كان عند الناس كثيرا فهو كثير وما كان عندهم يسيرا فهو يسير هذا هو الضابط الأول الضابط الثاني أن يكون الغرر في المعقود عليه بالأصالة لا بالتبع أن يكون في المعقود عليه أصالة لا تبعا أما إن كان الغرر في المعقود عليه تبعا فهذا لا يؤثر وإضاح هذا بالمثال لو أن شخصا باعشاة من شياهه فقال بعتك واحدة من هذه الغنم ولم يحدد هذه الشاه لم يعيناها فإن هذا الغرر مؤثر لأن الشاة معقود عليها بالأصالة لأن العقد وقع على الشاه بخلاف ما لو قال بعتك ما في بطن لو كانت هذه الشاه لو كانت هذه الشاه في بطنها حمل أو لو أنه باع شاة فقال بعتك هذه الشاه وكان في بطنها حمل فإن البيع صحيح وذلك لأن هذا الحمل تابع تابع للشاه وليس مقصودا بالعقد والعلماء يقولون يثبت الشيء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالحمل هنا تابع للشاه بخلاف ما لو قال بعتك هذا الحمل فإن العقد لا يصح لأن الحمل هنا معقود عليه بالأصالة وهو فيه غرر وعلى هذا في هذا المثال ثلاث صور الصورة الأولى أن يبيعه شاة في بطنها حمل والصورة الثانية لأن يبيع الحمل في بطن الشاه والصورة الثالثة لأن يبيع شاة من غير تعيين فأما إذا باع شاة في بطنها حمل وكان العقد على الشاه فإن البيع صحيح وذلك لأن المقصود بالعقد هو الشاه لا الحمل وإن كان فيه غرر الحمل الذي في بطنها وإن كان فيه غرر إلا أنه تابع للشاه والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الصورة الثانية أن يبيع الحمل وحده دون الشاه كأن يقول بعتك ما في بطن هذه الشاه أو بعتك ما في بطنها لخمس سنوات أو ما تحمل لخمس سنوات مثلا فإن هذا العقد لا يصح لأن الحمل معقود عليه بالأصالة وهذا غرر والغرر لا يغتفر في المعقود عليه بالأصالة الصورة الثالثة أن يبيع شاة من شياه من غير تحديد وهذه كما عرفنا البيع لا يصح سواء كانت كان في بطنها حمل أم لم يكن في بطنها حمل وذلك لوجود الجهالة والغرر فإذا هذا هو الظابط الثاني وهو أن يكون الغرر في المعقود عليه بالأصالة لا بالتبع وذلك لأن التابع تابع كما يقول العلماء ويثبت تبعا ما لا يثبت لاستقلالا الظابط الثالث أن يكون الغرر في العقود المالية لا في عقود التبرعات وهذا على أصح قولي أهل العلم فإذا كان في عقد معاوضة كالبيع والإجارة فإن العقد يفسد لأن الغرر في عقود المعاوضات مؤثر إذا كان كثيرا وكان الغرر في المعقود عليه أصالة أما في عقود التبرعات كالهبة والعطية والوصية فإن الغرر لا يؤثر على أصح قولي أهل العلم لأنه ليس في ذلك مضرة لا يترتب على هذا مضرة بخلاف العقود المعاوضات وبناء على هذا لو أن شخصا قال لآخر وهبتك شاها من شياتي أو جملا من إبلي أو عبدا من عبيدي أو كتابا من كتبي أو ثوبا من ثيابي فإن هذا يصح والموهوب وإن كان غير محدد أثناء العقد إلا أن هذا لا يؤثر لأن هذا عقد تبرع لا عقد معاوضة فإذا لم يتمكن من دفع ثوب من الثياب أو كتاب من الكتب فإنه يدفع غيره وكذلك الوصية وكذلك العطية وغيرها من عقود التبرعات وعما المشهور من مذهب الحنابل فهو التسوية بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات فيرون أن الغرر مؤثر فيها كلها لكن أصح قولي لأهل العلم وهو الذي يختاره الشيخ رحمه الله أن الغرر إنما يؤثر في عقود المعاوضات دون التبرعات الضابط الأخير هو أن لا تدعو الحاجة إلى العقد الذي فيه غرر فإن دعت الحاجة له فإن العقد يصح ومن أمثلة ذلك الغرر الذي في أساسات الحيطان أو الذي في داخل الأعمدة أو الذي يكون في صوف الجبة فإذا باع إنسان بيتا على شخص فإن أساسات الحيطان لا يستطيع أن يطلع عليها والبيع صحيح مع وجود هذا الغرر لأنه لا يمكن الاطلاع عليه ولو قلنا بأن البيع لا يصح إلا بعد الاطلاع على أساسات الحيطان لوقع الناس في حرج ولم يتحقق إيفاء حاجاتهم وكذلك لو أن إنسان باع جبه وفي داخلها صوف فإن البيع صحيح ولا تؤثر جهالة هذا الصوف لأن الحاجة داعية إلى ذلك وهكذا فإذا هذه الأربعة ضوابط مهمة تبين لنا متى يكون الغرر مؤثرا ومتى لا يكون الغرر مؤثرا هذا ما يتعلق بالغرر في قول المصنف رحمه الله الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات أما بالنسبة للميسر فالميسر هو القمار وهو الرهان وهذه كلها لألفاظ يستعملها العلماء للدلالة على معنى واحد فيطلقون الميسر ويطلقون القمار ويطلقون الرهان على معنى على معنى واحد فهي من الألفاظ المترادفة التي تدل على حقيقة واحدة وهذه الحقيقة هي كل معاملة يكون فيها عوض يكون فيها أحد الطرفين إما غانما وإما خاسرا كل معاملة يكون أحد الطرفين إما غانما وإما خاسرا فيدور أمره بين الغنم والغرم فهذا يسمى ميسرا ويسمى رهانا ويسمى قمارا فإن قال قائل البيع إما أن يكون الإنسان فيه غانما وإما أن يكون خاسرا فالجواب أن البيع لا ينحصر في هذين القسمين بل هناك قسم ثالث وهو أن يكون الإنسان لا يغنم ولا يغرم لا يغنم ولا يخسر بخلاف الميسر فالإنسان لا يخلو من هذين الأمرين إما أن يغنم وإما أن يغرم وليس هناك قسم ثالث فإن قال قائل ما هي العلاقة بين الغرر والميسر بمعنى أن الغرر والميسر هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا والجواب على ذلك أن الغرر أعم من الميسر فكل ميسر يعتبر غررا لكن ليس كل غرر يعتبر ميسرا وإضاح هذا بالمثال لو أن شخصين أراد أن يتسابق على أقدامهما فقال أحدهما أو قال لبعض إن سبق فلان فله كذا قال أحدهما للآخر إن سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني دفعت لك كذا ففي هذه الحال إما أن يسبق زيد وإما أن يسبق عمر إما أن يسبق هذا وإما أن يسبق هذا وليس هناك حال ثالثة فلابد أن يغرم أحدهما ويغنم الآخر فهذا يسمى ميسرا وقمارا ورهانا وهو أيضا فيه غرر لأن العاقبة هنا مجهولة فلا يدر من الذي سيسبق منهما لكن لو قال شخص لآخر بعتك هذا البعير الذي في رأس الجبل أو في بطن الوادي فإن هذا ليس ميسرا وإنما هو غرر وبهذا يتضح لنا الفرق بين الميسر يتضح لنا العلاقة بين الميسر والجهالة فكل بين الميسر والغرر فكل ميسر يعتبر غررا لكن لا يلزم من هذا أن يكون كل غرر لميسرا فكل ميسر غرر ولا عكس فيعتبر الميسر نوعا خاصا من الغرر يعتبر الميسر نوعا خاصا من الغرر كما قلنا إن الغرر لا أوسع من الميسر والغرر نوعان النوع الأول يكون في المغالبات يعني يكون في المسابقات والنوع الثاني يكون في المعاوضات ف وهو منهي عنه في الحالين ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فإن هذه الآية تدل على أن الميسر محرم من عدة وجوه الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه وهذا أمر والقاعدة أن الأمر يقتضي النهي عن ضده والنهي يدل على التحريم فقوله فاجتنبوه أمر لأن صيغته صيغة أمر وهي إفعل والأمر يقتضي النهي عن ضده فيكون الميسر محرما الوجه الثاني أن الله سبحانه وصفه بأنه رجس وما كان رجسا فإنه يكون حراما الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فإنه يكون محرما الوجه الثالث أن الله قرن الرابع أن الله قرنه بالخمر والأنصاب والخمر محرم وعبادة الأنصاب وهي الأصنام أشد لتحريما فدل ذلك على أن الميسر محرم والمسابقات ليست كلها من الميسر بل لها صور الصورة الأولى المسابقة على الخيل والإبل والمسابقة بالسهام فهذه جائزة بل هي مستحبة سواء كانت بعوض أم كانت بغير عوض وذلك لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وكل ما أعانى على الجهاد في سبيل الله فهو مقصود للشارع وهل يشترط أن يكون هناك محلل أن يكون هناك شخص ثالث محلل بين المتسابقين أو لا هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بد من المحلل من أجل أن تخرج لهذه الصورة عن مشابهة الميسر المحلل والقول الثاني أنه لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والمراد بالنصل السهم والخف الإبل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل والحافر الخيل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل مع الحاجة إلى البيان فدل ذلك على أنه ليس شرطا الصورة الثانية من المسابقات هي المسابقة بما يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل عن طاعته كالمغالبة والمسابقة في لعب الشطرنج وما كان في معنى فهذه محرمة سواء كانت بعوض أم كانت بغير عوض الأولى جائزة مطلقا بعوض أو بغير عوض والثانية محرمة مطلقا بعوض أو بغير عوض الصورة الثالثة المسابقة في غير هاتين الصورتين وهذه إن كانت بعوض وذلك بأن يدفع كل واحد من الطرفين عوضا لمن يغلب فهذه محرمة لأنها تعتبر صورة من صور الميسر والقمار الحال الحال الثاني أن لا يكون بينهما العوض فهذه جائزة لأن الأصل في العادات الإباحة ولا يحكم بتحريم شيء إلا إذا قام الدليل لا الدال على ذلك وهذه القاعدة تعتبر من القواعد المهمة التي تتعلق بالمعاوضات والمسابقات وقد عرفنا لأن الغرر يكون محرما إذا تحققت فيه الظوابط الأربعة السابقة وأن الميسر يكون محرما ولا يستثنى منه صورة من الصور إلا ما استثناه الشارع وهو المسابقة في المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام ويلحق بها ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونقف عند القاعدة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة